مأساة جديدة يعيشها السوريون في أرياف محافظات إدلبة وحماتة وحلبة منذ عدة أسابيع فطائرات ومدافع وراجمات النظام السوري وروسيا تواصل قصف كل شيء في هذه المناطق منذ ذلك الحين قصف أسفر عنه حتى اليوم نزوح 270 ألف شخص عن مناطقهم ومقتلوا وإصابة المئة ما آلت إليه الأوضاع في هذه المناطق التي يعيش الملايين في مدنها وقراها حذرت من تداعياته منظمة الأمم المتحدة التي قالت على لسان مساعدة الأمين العام للشؤون الإنسانية في المنظمة أورسولا مولار إن المزيد من العمليات العسكرية في هذه المناطق وبالذات في محافظة إدلب ستفوق جهود إغاثة الملايين من الأشخاص المحاصرين بين النيران كذلك حذرت المسؤولة الأممية من تعليق العمليات الإنسانية في العديد من هذه المناطق والتي كانت تدعم في السابق حوالي 600 ألف شخص حيث توقف 21 مركزا للوقاحات عن العمل كما علقت 49 منشأة صحية على الأقل أنشطتها جزئيا لدواع أمنية كذلك وصفت الخارجية الأمريكية ضربات النظام وروسيا الجوية في شمال غرب سوريا بالتصعيد الطائش للصراع في البلاد المتحدثة باسم الوزارة مورغان أوتاغوس قالت إن الهجمات العشوائية على المدنيين والبنية التحتية العامة مثل المدارس والأسواق والمستشفيات تصعيد لا يمكن للولايات المتحدة القبول به ومع تأكيد منظمة الصحة العالمية وقوع 20 هجوم على المنشآت الطبية في إدلبة على مدى الأسابيع الثلاثة الماضية وتأكيد شبكة تحقيق بريطانية حصولها على أدلة تثبت تورط ميليشيات نظام الأسد باستهداف المستشفيات في إدلبة واستخدامها القنابل العنقودية المحضورة دوليا تبقى التحذيرات والإندارات والخطوط الحمرو التي رسمتها الدول والمنظمات العظمى لردع النظام السوري عن ارتكاب المجازر تبقى دليلا صارخا على المخططات الكبيرة لتدمير سوريا وإرجاعها عقودا للوراء والتي سلمت لخير من ينجز مهمة كهذه وهو بشار الأسع